السلام عليكم كذبين البنات لبس عليكم كنت منا تكونوا كلكم باخر كنت لقوا فيديو جديد ووصفة جديدة لبنات كيف العادة اليوم اغانشارك معكم بطريقة تحضير اللوبيا البيضة اللوبيا المغربية اللي كتجي خطيرة لبنات هالطريقة اللي تبعتوها غاجيكم زوينة بزاف والديدة وديال هاد البردنيس موهيم البنات غاندوزو باش نتقول لكم مش انو غادينحتاجو باش نوجدوها اللوبيا اول حاجه البنات اللي غادينحتاجوها هي اللوبيا البيضة اللي كنكون بللتها اولى رقتها ليلة قبل كيف كتشوفو وبنسبة القياس كيبقى لحسب الاشخاص اللي عندكم وكنحتاج ماطيشة اللي طحنتها حتى هي وكذلك واحد لنصف كاس ديال زيت زيتون وغادينحتاج ثلاثة ريوس ديال تومة اللي كنكون عصرتهم من قبل ومعلقة كبيرة ديال طماطم المصبرة اولى مطيشة الحك ومعلقة كبيرة اللي مخلطة بين القصبر والربع وكنحتاج معلقة صغيرة ديال تحميرة معلقة صغيرة ديال سكنجبير ومعلقة صغيرة ديال خرقم البلدي وراس معلقة ديال البزار وراس معلقة ديال الملحة ومعلقة صغيرة ديال كامون اللي هي ضرورية وهي اللي مهمة في هاد الوصفة كاز عطيها واحد انك ها زوينة الكامون هو الاساسي بنسبة اللوبيا المغربية مهم كننخل الكوكوت وكننزيد فيه دك ديك اللوبيا ومن بعد البناز غادي نضيف عليها متى شلع اللي حكيسها كيف كتشوفو ومن بعد غادي نضيف عليها ديك تومة اللي مع صورة وغادي نضيف عليها مطايشة ديال ديال العولب مش هدلي اسمية وغادي نضيف عليها القصبار وربع اللي اللي مطحونين وغادي نضيف التوابل ديالي تدريجيا سكنجبير اللي كتليكم ومن بعد الخرقم البلدي وغادي نضيف البزار والملحة اللي هدوه البناز كيبقى على حسب الضوق كل واحد يدير على حسب الضوق دياله والكامون اللي كتليكم بلانه هو ضروري فهذه الوصفة كنخلطهم مزيان معاها وكنضيف عليهم نصف زيت زيتون وغادي نخلطهم مزيان البناز مع ديك اللوبيا كنخلطه مع ديك التوابل باش كيدخل يدخل معاها ديك القوام ومن بعد مني كنحركهم زيان كنخلط غادي نضيف عليهم ايطرو ديال الما مهم على حسب كنضيف ايطرو حتى الاترونس مهم غادي نخليوها نصد عليها ونخليها الطيب ونطلقها ومن بعد نشوفو اه شكل ديالها في الاخير مهم غادي نخليها طابت واحد من الساعة ومن بعد هدا هو شكل ديالها البناز زينتها بشوية ديال القصبر من الفوق اللي هو صحي ودبتليها شوية ديال تحميرها لحساب اللون وكنقدمها مع زيت الزيتون والهريسة كدجي غزالة يا البناز والله غي جربوها رحكت عجب الصغار والكبار وكيف قلت ليكم ديال هاد البرد كانت من هاد الفيديو تكون عجباتكم وما تنسوش تشاركو هاد الوصفة مع الاصدقاء ديالكم ومع العائلة وشكرا لكم وإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك وتديروا تعليق شكرا